موسيقى الحمد لله مشاريع كلها هذه من مصلحة المرض إن شاء الله بسهل الدربة كل ما قلت فقيقه قالوا مواقفه بس يعني إن شاء الله هذه المشاريع ستتدون كثيرا الحمد لله هذا حين صار عندنا خمسة طوابق فهذا شي جميل ونحن دائما نبحث للتحسن أو التطور يعني فنبغى نبدأ يا دكتور معاك في موضوع جهاز الإكمو هذا الجهاز اللي استحودنا في فترة قريبة وبس يعني نبغى نعرف أن نشاهدين إيش الجهاز طيب هو الجهاز هذا يعتبر جهاز دعم للحياة هو جهاز يعني جدا مهم تقريبا في آخر يمكن عشر خمسة عشر سنة بدت بعض المستشفيات العالمية ومنها في المملكة تبدأ تفكر أن تجيب الجهاز وتبلي برنامج فطبعا خطوة ممتازة الحمد لله أنه هنا في المتشفى دكتورة سمام فقيفة جدا وفي المجموع أنه الآن عندنا التقنية هذه هذه ببساطة زي جهاز الصناعي للقلب الرئي يعني هو قلب الصناعي ورئة صناعية طيب بعض المرضى زي ما لو نفتكر والله يعيد هذه الأيام حقا الجائحة كوفيد بعض المرضى كان بيجي بالتهاب شديد في الرئة ومهما عملت أنت من ترفو الصناعي عملت من أدوية المريض يحتاج لوقت عشان يتشافه فالإكمو اللي هو جهاز الصناعي الداعم للرئة وللقلب هو كان وظيفته اللي هو شيء جهاز داعم مؤقت إليما الرئة نفسها والقلب يتشافه وتعطي فرصة للجسم أنه يقدر يتشافه ويقدر يساعد نفسه مع الأدوية والعلاجات الأخرى فهذا ببساطة الجهاز الإكمو هو عبارة عن جهاز أكسجا بمعنى أنه في عندك جهاز يجي لي يعمل باي باس يعني حيعدي القلب والرئة يأخذ الدم اللي في له ثاني أكسيد الكربون يروح لجهاز خارجي يعمل فيه أكسجا يحط فيه أكسجين ويرجع تاني للقلب عشان يروح للرئة لباقي الأعضاء فيزود التروية يوصل الدم بكمية أفضل وفيه أكسجين أكثر هذه الفكرة ببساطة وهذا الجهاز هو مستخدم في عمليات القلب المفتوح للقلب نفس الفكرة لأنه مريض القلب المفتوح لما بتعمله عملية ومن تح توقف القلب صح على الله وبتحطه على جهاز قلب خارجي مؤقتا إلى ما يسوي العملية فطبعا هذه الفكرة هي لطلعت في آخر كم سنة طبعا وكان في تجارب كثيرة للمرضى والحمد لله في نتائج طيبة على جهاز الإكمو لإنقاذ الحياة للمرضى اللي عندهم مشاكل يافرية في القلب طيب يا دكتور يعني إيش يميز جهاز الإكمو عن التنفس الصناعي الموجود حاليا هو الفكرة أنه جهاز التنفس الصناعي طبعا هو ما هو علاج الإكمو برضو ما هو علاج إذن هو بس جهاز داعم مؤقت لكن طبعا هو أقوى من التنفس الصناعي التنفس الصناعي هو الآن هو عبارة عن جهاز بيعطي يساعد في إعطاء الأكسجين وتبادل الرئى لغاز ثاني يكتد الكربون لكن الجهاز الإكمو أنت بتعمل تنقية للدم وتعطي أكسجين أكبر عارف كيف وهذا بساعد مو بس للرئى لحتى للأوعية الدموية عشان ترفع الضغط عشان تساعد القلب وهو طبعا أقوى بكثير من التنفس الصناعي يعني إذا نقارن إحنا الجهاز الإكمو بجهاز التنفس الصناعي العادي لأنه جهاز التنفس الصناعي العادي لديه إمكانية محدودة مع أحدث الأجهزة لكن الإكمو هذه كأنه سبحان الله رئى صناعية أو قلب صناعي خارجي يجلس لفترة نتكلم من أسبوع لعشر إياه في بعض الدراسات مرة يجلس عليها لمدة شهر أو أكثر من شهر أهم شيء أن المريض إحنا ليش بنحطه على الجهاز الإكمو وإيش الهدف منه هنا عشان نعرف يكون قرار وضع المريض على الإكمو وقرار الصائب عشان نعرف بعد فترة هو المريض هذا الشيء الذي سيحصله بعد الإكمو لما هو علاج منه هو زي الجسر Bridge to something يا recovery يا المريض تتشافه رئاته تتشافه وقلبه تتشافه أو مثلاً المريض يحتاج زراعة لرئة والقلب إذن هو زي البرج والآن في القطاع الخاص نحن المستشفى المستشفى الوحيد الذي عنده الجهاز هذا حالياً في جدة في القطاع الخاص نعم الحمد لله عندنا هذه الخدمة موجودة وجهزين بإذن الله برنامج كامل ونسأل الله التوفيق بإذن الله طيب يا دكتور متى الأطباء العناية المركزة بيلجأوا لاستخدام الإكمو طبعاً الإكمو كما قلنا هو يال الرئة يال القلب فالرئة مثلاً إذا في مرضى عندهم إلتهابات شديدة رئوية بكترية أو فيروسية مثلاً في وقت الكوفيد ووقت التهاب وإنفلونزا الخنازير وإحنا عندنا هنا في المنطقة في المملكة بتجينا الموجات هذه اللي في أبريل وبتجي في أكتوبر من عشر سنين من أيام متنازمة الشرق الأوسط كورونا الميرس كوفيد وفي إنفلونزا الخنازير والإلتهابات فإن المريض يكون عنده إلتهاب شديد رئوي وطبعاً في معايير معينة من العمر وإذا ما عنده مشاكل صحية وإذا نحتاج أن المريض يجلس على الجهاز لفترة موقعة إذا إلتهابات شديدة رئوية شيء ثاني إذا بعض مرة جاهم جلطات رئوية حادة وهذه الحالات موجودة طيب يصير المريض مثلاً جاته جلطة بالشريان الرئوي كبير والقلب خلاص حيتوقف وما في الكسجين فبنحط المريض على الإيكمو عليما ياخد دوة المسيهة للدم أو مثلاً يروح لجناح الأشعة التداخلية عشان يشير له جلطة ويروح لغرفة العمليات عشان برضه يشير له جلطة فهذا برضه أحد الإستخدامات كذلك إذا في مرضى مثلاً بينتظروا على اللست حقة الزراعة الرئة بعض المرضى ممكن يكون عندهم تليف رئوي ويدخل المستشفى لأي سبب الاتهاب رئوي الاتهاب في أي شيء في الجسم فالرئة تتعب فوقتها مع العلاجات والتنفذ الصناعي المريض ما يستطيع استحمل فممكن نحط جهاز ليكموا لهم كبرج لينما يتم تهيئة يتشافوا عشان يتم تهيئتهم لموضوع الزراعة هذا بالنسبة للرئة بالنسبة للقلب في بعض المرضى اللي كان عندهم جلطة قلبية حادة يظهر عليهم أزمة قلبية حادة من الطوارئ أو في العناية فبالتالي الضغط نازل القلب ما يتحرك كويس وبالتالي يتحط جهاز ليكموا لينما يتم عمل القسطرة القلبية أو لينما يروح وغرف العمليات وسعمة القلب المفتوح وبعدين يتم انفطامهم وفصل الجهاز ليكموا عنهم هذا جانب الجانب الثاني مرضى اللي عندهم فشل قلبي حاد قصور شديد في الوظائف القلب فبالتالي هذولا يكون مثلا جالسين على علاجات طويلة للأدوية تحسين عضلة القلب ما بيتحسنوا ممكن يتحط لهم أجهزة ل ل عشان تساعد في عملية عضلة قوة عضلة القلب ما يتحسنوا فبالتالي ممكن تحط لهم جهاز الإيكمو مؤقتا برضو كبرج جسر قبل موضوع زراعة القلب فهذه الحالات ممكن نحن نساعد فيها المرضى في مستشفى ديكتور سمان فقيه أو إذا في أحد المستشفيات أحبوا برضو استفيدوا من هذه الخدمة عندنا فريق كامل بيقدر يروح المستشفى ونضع جهاز الإيكمو هناك بفريق كامل لأنه الجهاز هذا عبارة عن فريق كامل عبارة عن طبه وعبارة عن تمريض وخصائي التروية فبنروح عن طريق الإسعاف طيب نحط جهاز الإيكمو بنجيب المريض عشان يكمل العلاج في مستشفى ديكتور سمان فقيه بإذن الله ممتاز طيب هل في حالة يعني تم شفاءها بمساعدة جهاز الإيكمو والحمد لله في حالات يعني كثيرة طبعا في العالم وفي المملكة وهنا في مستشفى ديكتور سمان وكانت في حالات أقربها في خلال الجائحة الحمد لله استخدمنا الجهاز قاعد المريض فترة على الجهاز والحمد لله تشافى وتعافى ويرجع إلى حياته الطبيعية الحمد لله ممتاز طيب دكتور بالنسبة لي نرجع للكورونا كيف الوضع حاليا يعني بالنسبة للجائحة هل ما زال الواحد يبغى له يتعامل مع الموضوع بحذر لأنه خلاص نحن رجعنا الحياة الطبيعية حتى الكبار في السن ما حدث في أي نوع من التباعد فانتو كطباء في العناية مركزة هل تشوفوا حالات لسه؟ طبعا هو الحمد لله الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة ووزارة الصحة وكل المستشفيات الحمد لله الحلاء طبعا قلت كثير الحمد لله فرق كبير عن أيام الجائحة فهي الكورونا ما اختفت تماما وغالبا ما ستختفي لأنه زى أي فيروس موجود في الحياة لكن بسبب التطعيمات والفاكسينز الحمد لله الناس أخذتها وصار في مناعة مجتمعية فالآن خلاص صار موضوع زى الانفلونزا زى الزكمة لكن الحذر دائما يكون للناس المناعتهم ضعيفة كبار السن او حتى صغار السن اللي عندهم مشاكل صحية طيب امراض مزمنة ادوية مثبتة المناعة فدائما الوحد يكون يحذر اذا كان هو تعبان عنده زكمة ولا شيء ما يحاول يتجنب انه هو يكون قريب منه ما هو يلبس كمامة هذه طبعا خارج المستشفيات في البيوت في المنسبات الاجتماعية داخل المستشفى افضل طبعا مع المرضى دائما يكون حاليا لان الحالات موجودة طبعا قليلة دائما يكون التعامل احسن بحذر يكون بلبس الكمامة في العناية او خارج العناية مدام انت تفحص مريض وعشان برضو يكون لامان المريض وللستاف الطبيب والتمريض عشان ما يتش تنتشر عنده ممتاز طبعا سأخذك المحور ثاني تحيين كثير بيقولوا طيب يعني ليش احنا في مستشفى الدكتور سلمان فقية كمرافقين ما بنا نجلس مع المرضى اللي في العناية مركزة الفترات الطويلة احنا عندنا طبعا بصير كسياسة المستشفى انه انه زيارات في العناية مركزة مقننة طبعا اسباب معينة ونبغى نعرف ايش الاسباب يا دكتور من حضرتكم طبعا هو سؤال جدا مهم سلمان طبعا احنا في العناية المركزة من اهم الاهداف عندنا انه هو انه يكون فيه تواصل واضح ومستمر مع المريض ومع الاهل المريض طبعا في معظم الاحيان المريض بيكون تعبان جدا فالتواصل بيكون مع الفاميلي مع الاهل المريض فهذا هدف كبير في اي عناية وطبعا خاصا عندنا في المستشفى دكتور سمافقية التواصل هذا هو جزء منه بيكون اللي هو وقت الزيارة لما يكون فيه فرصة للعيلة انه تجي تزور وتتطمن على المريض وهذا طبعا حق مشروع وشيء بالعكس احنا عندنا في العناية نحرص عليه لانه جزء من العلاج هو علاج نفسي للمريض والاهل المريض عشان يطمئنه على مريضه ويطمئنه انه كل العلاجات بتتقدم المريض موضوع الزيارة هي ليش مثلا وقت مقنن طبعا لانه هو حماية للمريض وحماية لهم لانه العناية المركزة فيها التهابات كثيرة فانت المريض العناية مركزة بيكون مناعته جدا ضعيف فما تعطي اي فرصة اوكي بتقلل يعني اه موضوع اوكي اللي هو وجود عدد من الزوار في وقت واحد او على وقت مختلفة انه ممكن ينقل اي التهاب فيروسي بكتيري لأي مريض العناية نفس الحكاية انه عشان برضو الزوار مهما انت تخت من الاشراءات احترازية ما ياخدوا اي عدوة من العناية نفس الحكاية لكن هو موضوع الزيارة هذا جزء واحد من التواصل احنا اذا في مرضى مثلا عوائلهم يبغوا يشوفوهم باستمرار احنا عندنا وسائل كثيرة تقنية مثلا واستفدنا منا يا مجاحة فعندنا مثلا اللي هو الفيديو كومينيكيشن عن طريق الفيديو كول على مدار الساعة عن طريق تجربة المريض فريق تجربة المريض يقدروا يتواصلوا مع يعني بالفيديو يشوفوا مريضهم يعني بالتنسيق معهم يعني عشان يطمئنوا يقدروا شوفوهم الشيء الثاني عندنا فاميلي ميتنجز فاميلي ميتنجز يعني احنا في طوال ايام الاسبوع في وقت الدوام اي احد يبغى يجلس يستفسر ويبغى يشوف المريض برضو عنده الاكسس وعنده امكانية الوصول للفريق الطبي والتمريض ويبغى يتطمن على المريض فاميلي تطمن احبى اطمن يعني الناس ومحبيهم اي واحد عزيز عليهم منوم عندنا في المستشفى خاصة في العناية انه احنا هذا الشيء احنا شيء نعتبر مقدس التواصل مع اهل المريض مهم جدا هو جزء يعني لا تجزأ انه من علاج المريض انه لازم الاهل يكونوا عارفين شيء اللي بيسير الابديتز يكون دايما بانتظام فاميلي وهذا الشيء إن شاء الله ما حنقصر معه معاها إن شاء الله دكتور طيب دكتور بنسبة طبيب العناية مركزة دائما بيشوف حالات تكون مستعصية ناس بتموت أكيد خلاص يعني لازم تصير عنده زي ما تقول قلبه ميت بالضبط ولا كيف يتفنها بس أنت وبشر يعني كيف يتتعاملوا مع طبعا يعني إحنا حيانا الناس اللي ما تعرف العناية تقول لك الدكتور هذا يعني بدون رحمة ما عنده ترى بالعكس الموضوع ترى يتطلب يعني خبرة تراكمية هي ما حتيجي بين يوم و ليلة وهو طبعا خلال التدريب لما أنت تكون في الطب العناية مركزة للطب أو للتم مريض أو لأي حدي شوف العناية جزء من التدريب أنا أفتكر كونه مثلا زي كذا في الفاميلي ميتين تجلس كيف تتكلم مع المريض ما أهل المريض تعيش الأجواء هذه عشان أنت في وقت الأوقات في العناية أنت لازم تعمل قراراتك بعقلك ما هو بقلبك طي فلازم أنت تفصل لأنه أنت إذا فكرت بقلبك وأخذتك العاطفة أنت مو واحد ماذا بس هيتعب وممكن يروح منك لا العناية ده فيه 10-15 مريض سبحان الله مع مرور الأيام وشهور السنين تبدنك أنت تكون شوية كذا شخصيتك صارم وحازم عشان المريض وباقي المرضى وعشان الكادر اللي معاك لأنه أنت ما تبغى تأخذك العواطف وبعدين ممكن يصير بدل مثلا حالة تروح عليك يروح عليك أكثر من حالة وهذا كان درسة خدناه وقت الكورونا وقت الجائحة يعني إحنا لولا الحمد لله التزامنا بموضوع الانفكشون كنترول اللي هو مراقبة العدوى وموضوع الزيارة وموضوع النظافة ممكن تصير كوارث مو بس عندها في المستشفى في أي مستشفى فالالتزام والشدة والحزم ولصالح المريض أهل المريض للكادر لأنه أنت ما تبغى يعني تصير أي مشكلة لأي أحد الحالات الصعبة طبعا هذه تأخذ وقت وهي تدريب ولازم أنت تفصل لأنه إذا تأثرت عاطفيا فإنت قراراتك ممكن تتأثر فلازم تفصل وهذا يجب التدريب لأنه إذا أنت تأثرت فقراراتك ستتأثر على المريض هذا وعلى باقي المرضى العناعية حتى سبحان الله أني توقع حتى المخاطبة المخاطبة هذه الحالة يبقى لدراسة كيف أنت تصف الأخبار السيئة أو الأخبار المحزنة يعني فإنك تروح وتتكلم معهم بلغة معينة برحمة بأسلوب هذا جزء من التدريب وكيف كان عندنا الهاتف وكيف تتكلم مع المحزنة وكيف تتكلم مع المحزنة يعني أنت هذا جزء من وسائل التواصل وكيف أنت الخبار السيئة كيف توصلها فهي طبعا هذا جزء من التدريب عندك ويأتي مع الخبرة لأنه يعني يمكن الناس تشوفها زي لما بيشوف الأفلاء مفجأة كده يعني هي موضوع زي لأنه تدي الخبر عطولها تلازم تعمل تحضر المحل محل يكون خاص طيب وتجيب الناس بهدوء وتبدأ يعني هي له اسلوب معين ما تقرأ تعطي المعلومة تأخذ الانبوت منهم ويشعر فينا الحالة الوضع وبعدين دائما الخبر بيكون مقبول إذا كان أنت بتعطي الابديتس والتواصل اليومي بكل شفافية بالضبط بالضبط هو أهل المريض ربنا هو الشاف وانت كطبيب ان شاء الله تكون سبب بين أسباب الخير والشفاف انت اللي عليك تعطيهم الحقيقة كويس كويس زي ما هو بالدهور هذا اللي عليك تبلغ أهل المريض لكن انت لو ما كنت شفاف وعطيت معلومات الصدمة حكون أكبر لكن انت لو دائما عشان كده التواصل هو هو الحل فبالعكس احنا عندنا هنا جزء جدا مهم يعني احنا عند في وقت الزيارة دائما عندنا زي الراوند التكاتر التمريض يجي يعدوا على كل غرفة يشوف أهل المريض عارفين المستجدات أي أسل أي استفسارات إذا ما كفى الوقت هذا يصبح فاميلي ميتين اجتماعي العيلة في ناس حتى يبرغوا في البلد نعمل زوم معهم عشان يكون أكثر عدد وسبحان الله يمكن الشماء واحد ما يكفي ولأنه شي طبيعي العيلة لما تسمع أخبار ما هي طيبة في المرة العناية يتعبان فيكون هو جز زي الصدمة وزي فعادي ممكن إحنا بعد ساعتين نعمل نعمل وبكر نعمل على نفس الأسئلة وهذا شيء مقبول إحنا عارفينه هذا شيء معروف في الدراسات ومع خبرتنا وهذا من حق المريض وإحنا حق علينا أنه إحنا نجلس معهم ونشرح لهم ونقول لهم كل الإمكانيات اللي عندنا وإش الخطة اللي احتاج المريض وإش التوقعات اللي ممكن تصير والباقي على رب العالمين طيب دكتور طيب هل في حالة كانت من الحالات المستعصية عندك وكانت كل المؤشرات تقولون الحالة هذه هتنتهي بالوفا وتم شفاءها وعلاجها هل مرت عليك حالة من هذا النوع صحيح تعدي تعدي وخاصة أيام الجايحة وإحنا مهما وصلنا للعلم وعندنا أبحاث ودراسات ربنا قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا فإحنا كمؤمنين أن ناخد بالأسباب تبكر الله وناخد بالأسباب الأسباب اللي هي العلم التراسة والأبحاث والجيب التقنيات لكن ده ما نفقد الأمل أبدا ما نفقد الأمل لأنه ربنا وخط يحيي العظام هيرامي جاءت حالات يعني في المستشفى جاءت من الطوارئ أو من خارج المستشفى جبناها وكاننا حالات ميؤوس منها علميا الحمد لله ربنا قادر على كل شي نتسوي الأسباب تعطي المريض حقه أهل المريض حقهم وتسيب الباقي على رب العالمين عارف كيف نعم موجودة وهذه حدثت ولن تنتهي جميل بالنسبة للعناية المركزة أو خدمات العناية المركزة في المستشفى أكثر سمافقي ما يميز عن باقي المستشفيات الحمد لله نفتخر في المستشفى أنه خدمات العناية المركزة عندنا التجهيزات الموجودة تعتبر من أفضل التجهيزات الحمد لله ليس فقط في جدة في المنطقة الغربية عد الأسرة الآن عندنا أكثر من خمسين سرير عناية المركزة وكل اللي يعرف الخدمات اللي في عناية المركزة هي ما تعتمد بس على الغرفة تعتمد على الغرفة تكون مجهزة بالأفضل التقنيات أجهزة في الصناعي مراقبة مرضى أجهزة دعم الحياة من غسل الكلوي من أجهزة إنقاذ حياة للقلب الرياتين بالإضافة للكادر البشري اللي هو أهم عنصر في أي مستشفى لأنه أنت مهما كانت عندك التجهيزات والأدوية إذا ما عندك الطاقم البشري اللي يوظف هذا الاستثمار في التجهيزات المريض ما حيستفيد فالحمد لله هذا الجزء كان من الاستراتيجية لمستشفى الدكتور السباح الفقي إنه الاستثمار في الطاقم البشري كادر الطبي التمريضي الخصائيين من وقت التوظيف لازم يكون فيه التدريب المستمر عشان أنت تتأكد إنه المستوى العلمي والخبرة حقتهم تكون دايما على أفضل مستوى التجهيزات موجودة طاقم البشري من الطب من تمريض من خصائي علاج تنفسي موجودين موجودين على مدار الساعة 24 ساعة في الأعياد في أي وقت بالإضافة إنه نتميز إنه إحنا عندنا في الـ اللي برامج التدريب التابعة للهيئة السعودية وإنت عارف إنه أي مستشفى فيها برامج تدريبية تكون دايما المعلومات فيها حديثة والدراسات فعندنا اللي هم الأطباء المقيمين في التدريب من أطباء عناية مركزة باطنية جراحة ما شاء الله القدمات التعليمية عندنا للطباء المقيمين من سنين موجودة وهذا طبعا أكيد حيأثر بالإيجاب لمصلحة المرضى في الناحية العلاجية لهم ومعنى ما نسمى وضعه كلية كمان كلية يعني إحنا الحمد لله خرجنا كذا دفعة من الطب البشري وقبلها التمريض فأنت الآن لما تكون في بيئة هي بيئة تعليمية أنت في جامعة فبالتالي أنت حتى الآن المريض وأهل المريض هيحسوا بإطمئنان أكثر لأن الآن في الناحية العلمية موجودة وماشاء الله الآن المجتمع عندنا سار مثقف جدا سار الآن مع وسائل التواصل مع الإنترنت بيشوف أنه ردي الجامعة هنا على طول المستشفى موصلة بكلية وبالجامعة والطلبة والأساتذة فكل شيء بيكون واضح ويكون على أسس علمية فالمريض بتطمن لأن الميزة حتى في المستشفى لا تبخل بأي كادر موجود في المنطقة تجيبه عشان تساعد المريض وهذا شيء طيب للمرضى شكرا على جيدك كانت حلقة منتظرة من زمان ولكن الحمد لله طلعت ونجمل ما يكون تسلام شكرا على الفرصة السعيدة والله يشف المرضى ويتم المراقبة شكرا شكرا